بالله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ثم أمال بعد بإذن الله عز وجل اليوم بدنا ناخد الأدوية اللي بتعمل ديوريتك وهذه يعني بصراحة بصراحة من أسهل الشباتر هذا الشبتر جميل حلو ورائع بإذن الله عز وجل من أسهل الشباتر إن شاء الله عز وجل بداية الآن يا أخوانا ليش مريض السكر بيروح على الحمام كتير يلا قلوا لي بالضبط لأنه أنا يا أخوانا السكر لو زاد تركيزه في الجسم الزيادة هادي بتروح على البول أعيد يا أخوانا أعيد لو كانت الكلية الماقسيمال التريشور تبعتها تلاتمية وستين فلو كان هذا الشخص عنده السكر أربعمية مثلا أنا بقول مثلا هلقيت هو بيصير ري أبصوبشن لتلاتمية وستين وباقي وباقي الأربعمية بتصير يا أخوانا إلها إكسيكريشن تمام 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 هارجتي إيش المشكلة إنه لما أنت تعمل إكسيكريشن لسكر الجلوكوز إلو أزموتك براشر كبيرة هذه الأزموتك براشر بتشفط المية وبتمنح هيسير ري أبصوبشن اتخيل يا أخوانا أنا عندي آه غلوكوز هان فهذا الغلوكوز يا أخوانا بيزود الأزموتك براشر بيزود الأزموتك براشر داخل مين داخل التيوبيول تبع الكيدني فبمنع المية يصير إلها الري أبصوبشن ما هو يا أخوانا إحنا كنا نقول زمان إنه زيادة الأزموتك براشر أو زيادة الأنكوتك براشر كانت عن طريق البروتين بس هانا منقول برضو عن طريق الغلوكوز برضو عن طريق الغلوكوز فإيش قالوا طب قالوا طب ما نصنع دواء دواء شبيه بالغلوكوز شبيه بفكرة إيش الغلوكوز زي مين بالضبط قالوا دواء المانيتول دواء إيش المانيتول قال المانيتول هو يعني طب قالوا طب أنا طب ما بحقن المريض الغلوكوز وهذا الكلوكوز بروح على الرينل وبيعمل ديوريتك وبينزل اليورين تمام بنزل المية بقول جربوا هذه الفكرة وطلعت صائبة مية في المية انه انت لو تحق ان المريض الكلوكوز هذا الكلوكوز رح يروح على الرينل ويعمل ديوريتك لكن يخواننا يخواننا بسير عند هذا الشخص هايبرغليسيميا ومشاكل ارتفاع السكر وكذا ومش عارف ايش فقالوا لا هذه الطريقة غير صائبة بس الفكرة صحيحة فجابوا المانيتول بشبه فكرة السكر بشبه فكرة السكر طبعا والمانيتول يعطى بارنتيرال اي في المانيتول يعطى اي في يخواننا ما هو بالتأكيد المانيتول لازم يعطى اي في تمام فانت بتحقن المريض بالمانيتول المانيتول الو ازمتك برشار كبيرة تمام فانت لما تحقن المريض المانيتول رح يروح على الكلية وفي الكلية رح يعمل رح يقلل الري أبسوبشن للمية فرح يخلي المية داخل لليليوم لانه المانيتول موجود داخل لليوم فالمانيتول بمنع المية يصير الري أبسوبشن وبالتالي بيصير وبالتالي بيصير ايش لكن ايش بقول لي بقول لي حقیت انت حقín المريض IV حقیت المنطول رح يمشي على السيريكولشن طولته هو ماشي على السيريكولشن يخونا بدا عيد ليش بدا عيد حقیت انت لما تحقن المريض هل الدهmart رح يروح على الكلية طبعا لا يخونا طبعا لا رح يمشي على السيريكولشن ومن السيريكولشن طولته هو ماشي من السيريكوليشن رح يعمل ساكلينج شفط للمية طولته هو ماشي في السيريكوليشن الانترا بالضبط رح يزيد الانترا اوزموتيكي براشر يعني رح يزيد الانترا فاسكولار يعني رح يزيد الانترا فاسكولار اوزموتيكي براشر ولما يزيد الانترا فاسكولار بيعمل ساكلينج أو بشفط المية طيب الآن تخيل أنا عندي إديمة في الدماغ إديمة وين؟ في الدماغ أو إجلوكومة في العين ما هو يا أخوانا إيش عن إجلوكومة؟ زيادة المية في العين إديمة في الدماغ زيادة المية في الدماغ طيب كيف أنا يا أخوانا بدي أشفط هذه الإديمة؟ كيف بدي أشفط هذه المية؟ بعط المريض منيتول فإنت لما تعطي المريض منيتول لما يصل على العين رح يشفط مية العين لما يصل على الدماغ رح يشفط مية الدماغ وبيضل يشفط المية في كل أماكن الجسم وصولا إلى الرينال ورح يطلع هذه المية ورح يعمل ديوريتك إكويس تمام تمام طيب اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد الآن طب لو أنا يا أخوانا بدي أتخلص بدي أتخلص من بعض التوكسين يعني مثلا في حجم نسميه رابدو مايو لايسز إخوانا رابدو مايو لايسز لايسز يعني تكسير مايو يعني العضلات رابدو يعني الإسكريتا المصل لما يصير تكسير للإسكريتا المصل للإسكريتا المصل بخرج حجم نسميه المايوغلوبين ومنشي إخوانا المايوغلوبين المايوغلوبين هو اللي بيكون الإسكريتا المصل ما عنه بخرج المايوغلوبين لما يطلع المايوغلوبين مين البدي يتخلص ما هو بيصير المايوغلوبين كتير في البلد فبيصير تكسين للجسم لما يكون المايوغلوبين كتير في البلد بيصير تكسين في الجسم فالكلية بدها تضطر تتخلص منه طبعا يا أخوانا لما أنت تتخلص من المايوغلوبين بدك إشي اللي يخلصك منه بشكل كبير يعني أشبه لكم إياها الآن لما تكون الأواعي متوسخة بشكل كبير مش بدك مية كتيرة عشان تنظف الأواعي بدك مية كتيرة تمام فلما يكون الدم عنده ميوغلوبين بشكل كبير فإنت يا أخوانا بدك توديه على الرينل وبدك مية كتيرة اللي تخلصه مين اللي بده يعطيني مية وبده يخلصه اللي هو المانيتول لما كنا نقول بشفط مية من كل السريكيوليشن تمام شخص يا أخوانا مش قادر يعمل يورينيشن يعني عنده آن يوريك الرينا اللي تبعته خربانة ومش قادر يعمل يورينيشن أو بعمل يورينيشن بس بشكل قليل أليغ أليغو يوريك أليغو إيش يوريك أعيد الأصل يا أخوانا الكلية تطلع 500 ميلي ليتر بير داي يعني في اليوم تطلع 500 يعني نصف لتر نصف لتر يورين هكذا الأصل لما الكلية يكون فيها خلل وخربانة حتطلع أقل من 500 فهذا منسميه أليغو يوريا أو يا أخوانا حتطلع يورين قليل جدا 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 فبسميه آن يوريا آن يوريا طب أنت كيف بدك تساعد الكلية تطلع يورين كتير ولا شيء احقني المريض المانيتول هذا المانيتول رح يدخل في السوريكوليشن ويعمل شفط للمية شفط للمية متوجها للرينل متوجها للرينل وبمنع المية اللي شفطها تعمل فبتضل هالمية في التيوبيول فالجسم بيعمل بشكل كبير تمام لما يكون أنا عندي إديمة إديمة فهنا إيش بقول لي استخدم المانيتول استخدم المانيتول لما تستخدم المانيتول رح تشفط المية داخل لبرين حينئذن رح تعمل ريديوست انترا اكرينيا لبرشر ما هو يا أخوانا كان سبب الإديمة زيادة الضغط داخل الدماغ فعمل إديمة فإنت لما تشفط هذه المية لما تشفط هذه المية رح يتقلل الضغط داخل الدماغ ما هو يا أخوانا تخيل تخيل خلايا الدماغ محاطة بمية بشكل كبير فالضغط داخل الدماغ بيزيد عارفيني يا أخوانا هل قيتي يعني المهم ما علينا ما بديش أخص شيء في موضوع تاني فالضغط داخل الدماغ بيزيد فإنت لما تشفط هذه الإديمة الضغط بيقل بالمقابل لقلوكوما نفس الإشه لما تكون المية كثيرة في العين الضغط تبع العين بيزيد لما أنت تشفط هذه المية الضغط بإش ماله الضغط بيقل وعشان يا أخوانا يتحسن اليورين فوليوم اليورين فوليوم لما أنا عندي يكون أكيوت رينال فيلير فتعمل آن يوريا أو أوليغو يوريا وعشان يا أخوانا تعمل إنكريز لكليرانس تبع التوكسن تمام لكن يا أخوانا المحترمين إنت إنت بتعمل يورينيشن كتير إنت بتفقد فوليوم كتير تمام فممكن توصل المريض لحجم نسميها أكيوت هايبو فوليميك يعني يوصل المريض أكيوت هايبو فوليميا وبالتالي لما الفوليوم يقل هايبو تنشن الضغط بقل ولاحظ لما الضغط بقل بيشتغل السيمباتاتيك فالسيمباتاتيك لما بيشتغل بيعمل لي هيدك بيعمل لي نوزيا بيعمل لي أنجاينا أنجاينا يعني أنجاينا لايك هو ما بيعمل ذبحة صدرية لكن بيعمل الوجع للتشست بين اللي كانت سببه الذبحة الصدرية أعيد هو ما بيعمل ذبحة صدرية لكن هو بيعمل هو بيعمل الوجع فبيعمل التشست بين هذا التشست بين مشابه للذبحة الصدرية مش احنا قلنا يا اخواننا المانيتول بيعمل بقول له اه مش انا قلت لكم يا اخواننا المانيتول بشفط المية بقول له اه بقول له ممكن حاجة يا اخواننا لما يشفط المية لما يشفط المية ممكن المية تنتجل من الانتراسليولار الى الاكستراسليولار اعيد انا اخوانا في مية داخل الخلايا تقريبا 28 8 ايش و 20 28 لتر انترا سليولار يعني انا داخل الخلايا موجود 28 لتر وفي انا عندي تقريبا 14 تقريبا ايش اخوانا 14 لتر تمام تمام الان ايش بيقول لي بيقول لي انت لما تشفط المية ممكن تشفط المية من الانترا سليولار فتشفط المية من داخل الخلايا لما تشفطها من داخل الخلايا المية هتمرق على الانترا ستيشال فلويد وعلى انترا فاسكولار وعلى الانترا فاسكولار وهي اخوانا احنا عارفين الانترا ستيشال والانترا فاسكولار كلاهما كلاهما منسميهم اكسترا سليولار فلويد اكسترا سيليوري فلويد وبالتالي بيقل البلد فوليوم اللي موجود في الانترا سيليولر بيقل البلد فوليوم تبع المية اه مش البلد فوليوم بيقل الفلويد بيقل الفلود فوليوم اللي موجود في الانترا سيليولر اعيد يا اخواننا ان ما نتول مش احنا قلنا بوشفط المية ممكن يا اخواننا يشفط المية من الانترا سيليولر تمام وتروح على الاكسترا سليولر سواء في الانترستيشل او في الانترا فاسكولر فالمية اللي داخل الخلايا قلت لما المية اللي في داخل الخلايا تقل هاد الحركة ايش بسميها بصير انا عندي الشرينكيج للخلايا صح الشرينكيج للسل ما علينا كتير لكن انا بالله عليكم خلونا نركز لما انت بتشفط المية الى الانترا سليولر الى الانترا فاسكولر ما عليش اخوانا انت بتشفط المية من الانترا سليولر الى وين الى الانترا فاسكولر يعني الى الاكسترا سليولر تمام فانت بتحط كمية كمية فوليوم كبيرة الى داخل الى داخل البلد فيزل تمام هذا بيكون خطير على اللي عنده كونجستف هارد فيليار وبالمونهري اديمة طب قال لي هانا اديمة قال لي اديمة قال لي اديمة ليش هو خطير للبالمونهري اديمة يا اخوانا المحترمين يا اخوانا مش هانا بعمل لي هايبوفوليميك شوك او هايبوفوليميك اكيوت هايبوفوليميا طب ليش خطير للكونجستف هارد فيليار ليش خطير للبالمونهري اديمة مع انه في السليبرا الديمة وفي اللي جلوكوما كنا نستخدمه بقول له تمام اوكي اوكي ما هو يا اخوانا هذا الدواء بيروح بيروح يشفط المية من كل السيريكيوليشن بشفط المية من الدماغ بشفط المية من الجلوكوما بشفط المية من الرجلين بشفط المية من الذنين بشفط المية من العنتين من وين ما بدك بيروح بشفط المية حتى انه شايفين بشفط المية من داخل الخلايا بصير شفت للمية من داخل الخلايا تمام طيب فبيجي كمية مية كبيرة على وين على داخل البلد فيزل على وين على الانترافاسكولار سيل على الانترافاسكولار فيزل فبيصير يخوانا فوليوم كبير داخل البلد فيزل هذا الفوليوم الكبير رح يروح على القلب مرة وحدة هذا الفوليوم الكبير رح يروح على الهارت مرة وحدة وبالتالي وبالتالي الشخص اللي عنده congestive heart failure ايش بقول لي عضلة قلبه تعبانه عضلة قلبه تعمانه انت لما تكن تتوديله بلد قليل مش قادر يضخهم فتروح يا اخواننا يتوديله بلد كتير بلد ظوليوم كتير تروح يتوديله بلد ظوليوم كتير وفجأة كمان وفجأة كمان فرح تخرب عضلة القلب عنده بزيادة طيب انت وديت للقلب بلد ظوليوم كتير مش من الright ventricle رح يروح على البلمونري عشان يروح على اللونغ طب هو من الاصل عنده بلمونري اديمة يعني عنده congested في في الالفيولار كابيلري عنده يا اخواننا بلمونري اديمة فانت لما تبعت على البلمونري اديمة بلد ظوليوم كتير رح يزود البرشر داخل داخل اللونغ او داخل الكابيلري داخل الكابيلري وبالتالي رح يزود الاديمة بزيادة رح يزود الاديمة بزيادة اي نعم اي نعم عند الاشخاص السليمين عند الاشخاص السليمين انت لما تبعت بلد ظوليوم للقلب القلب رح يضخ بشكل اكبر وبالتالي الدم اللي رح يروح على الرينة اللي حيكون اكتر وبالتالي حيصير انا عنده ديوريتك حيصير ديوريتك ويورينيشن اه لكن احنا انا منقول واحد قلبه تعبان وعنده بالمونري ايش اديمة تمام يعني لو ما عنده بالمونري اديمة ولو ما عنده كونجيستف هارد فيليار لبلد ظوليوم الكتير اللي رح على القلب رح يروح على الرينة عشان يصير الو ديوريشن ديوريتك يعني يورينيشن تمام تمام اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وليش ما قلنا هذا مثلا كونترا انديكيشن في كل الديمة اه بالطبط يخوانا ما هو المانيتول بيجمع بيجمع الفلويد داخل البلد فيزل فبيجمع الديمة اللي موجودة في السريبرال داخل البلد فيزل لجلوكومة داخل البلد فيزل بيجمعها داخل البلد فيزل عشان تروح على القلب عشان تروح على القلب عشان تروح على القلب تمام فبيجي للقلب بلد فيزل كبيرة بلد فوليوم كبيرة فلو القلب كان خربان او تعبان بيخرب القلب بالزيادة وهذه البلد الفوليوم الكبيرة رح تروح على اللان برضو بشكل كبير تمام تمام اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد ما هو يخوانا المحترمين انت بتحقن المريض اي في اي في تمام فاكيد الشغل اللي رح يكون سريع والديوريتيكي رح يتكون سريع الان يخوانا في حد جاب سيرة الصوديوم هنا بالله عليكم انت جبت سيرة الصوديوم لا اياك تقول لي انا اعملت يورينيش للمية فقط بدون الصوديوم بدون الصوديوم من جاب سيرة الصوديوم ولا حدا اذا يخوانا انت بتزود increase water excretion بس بدون الصوديوم بدون الصوديوم بالله عليكم بدون ايش الصوديوم تمام صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد تمام اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد الان يخوانا المحترمين في انظايم اسمه chronic anhydrase هذا الانظايم انا بدي اعمله inhibition انا بدي اعمله ايش inhibition بداية 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 يخوانا هذا الانظايم احنا كنا نشوفه صح بالضبط وكنا نشوفه عند التشوز اللي اخدناه يا اخواننا في البيو في البيو كنا نشوفه في اللانغ صحيح كنا نشوفه عند التشوز الكاربونيك أنهايد ريز صحيح وهلكد حنشوفه في الرينال واخده هالمعلومة وموجود في العين وموجود في العين تمام تمام الآن يا اخواننا المحترمين أنا البروكزيمال كن فيوليتد اتيوبيول على اليوم انتبعها على اليوم على اليوم شايفين تمام على اليوم فيه اخواننا باي كاربونيت وفيه أنا عندي هايدروجين هايدروجين باي كاربونيت وإيش وهايدروجين الباي كاربونيت لازم يخواننا أعملها ري أبسوبشن عشان الباي كاربونيت في نهاية المطاف يصير الهري أبسوبشن عشان تروح على البلد طب ليش أنا بدي أعمل ري أبسوبشن للبي كاربونيت عشان لو ضليتك تخسر بايكاربونات في اليورين ضليتك تود البايكاربونات على اليورين في نهاية المطاف رح يصير انت عندك إيش أسيدوسز في البلد رح يصير أسيدوسز ليش رح يصير أسيدوسز لأنه البايكاربونات عبارة عن بيز تمام الآن أنا يا أخواننا المحترمين بيجي البايكاربونات يرتبط مع الهايدروجين إيش بيعطيني كاربونيك أسد اللي هو H2SO3 ال-H2SO3 برضو عن طريق الكاربونيك أنهايدريز رح ينقسم إلى H2O وCO2 هايو H2O وCO2 أعيد في اليوم انتبع لبروكزيما كونو فيوليتد اتيوبيول عندي البايكاربونات واحد قال لي طب ما انت تعمل ري أبصوبشن للبيكاربونات دوغري دوغري بقوله يا أخواننا البايكاربونات مشحون بشو إحنا سالبة وإحنا عارفين أي إش تشاوج أي إش ما بيصير ري أبصوبشن ما بيصير ري أبصوبشن فبيجي الكاربونيك أنهايدريز بربط البايكاربونات مع آيون الهايدروجين بيعطيني بيعطيني كاربونيك أسد الكاربونيك أسد وعبرا أيضا الكاربونيك أنهايدريز رح يعطيني CO2 وأتش تو أو طبعا يا أخواننا كلكم عارفين إنه CO2 مش مشحونة بدعا مش مشحونة بيقدر يصير إلها ري أبصوبشن لما صار إلها ري أبصوبشن وهاي برضو الأتش تو أو داخل الخلايا ما احنا عارفين يا أخواننا الأتش تو أو داخل الخلايا كتير وبرضو أصلا الأتش تو أو بيصير إلها ري أبصوبشن في البروكزيمال كونوفيوليتد تيوبيول فداخل الخلايا في عندي نفس الإنزايم اسمه كاربونيك أنهايدريز بربط CO2 مع الأتش تو أو بربطهم في بعض عشان يعطيني باي عشان يعطيني كاربونيك أسد الكاربونيك أسد وعبر نفس الإنزايم الكاربونيك أنهايدريز رح يعطيني الباي كاربونيت ورح يعطيني آيون الهايدروجين الباي كاربونيت رح يصير إلو ري أبصوبشن تمام آيون الهايدروجين رح يصير إلو بالضبط سيكريشن رح يصير إلو سيكريشن تمام تمام طيب اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد طبعا يخوانا ايون الهايدروجين رح يصير الى سيكريشن بواسطة الصوديوم بواسطة الصوديوم يعني الصوديوم رح يصير الى دخول والهايدروجين رح يصير الى ريليز رح يصير الى ايش ريليز فيخوانا هيكت بيصير امتصاص للبايكاربوني طيب الآن يخوانا ايش قالوا قالوا انت اعمل دوا زي الدور زولامايد دور زولامايد اسيتا زولامايد ابرين زولامايد نيثا زولامايد يعني اخوانا بنهاية المطاف زولامايد زي ما بيقول لواحد ولك رح زول ولك رح زول فهذا يا اخوانا الدوا بيعمل انهيبشن للكاربونيك ان اهيدريز اللي موجود هان اللي موجود وين في اليومن فبيعمل له انهيبشن لما بيعمل انهيبشن للكاربونيك انهايدريز البايكاربونيك اللي موجود في اليومن مش رح يتحد مع مين مع الهايدروجين وبالتالي البيكربونيت اللي موجود في اليومن البيكربونيت اللي موجود في اليومن رح يضله إفري رح يضله إفري طيب البيكربونيت اللي موجود في اليومن رح يضله إفري فزاد البيكربونيت زاد البيكربونيت زاد البيكربونيت لقى في اليومن عنده صوديوم لقى في اليومن فيه صوديوم فلما لقى صوديوم موجبه سالب بلتحده مع بعض أعيد أعيد يا أخوانا تمام لما انت تعمل انهيبش لهذا الانزايم الباي كاربونات هيضلوا موجود في اليومن لما يضلوا موجود في اليومن بتحد في الصوديوم اللي موجود في اليومن فبيعمل لي صوديوم باي كاربونات تمام بتحد في الصوديوم الآن يا اخوانا المحترمين بالله عليكم لما انت تمنع طبعا يا اخوانا لما يتحد في الصوديوم في نهاية المطاف الكلية بتقدرش تعمل ليه ابسوبش لهذا المركب بتقدرش تعمل لصوديوم باي كاربونيت ري أبسوبشن بتقدرش وبالتالي هاد رح يصير إلو إكسيكريشن في وين إكسيكريشن في البول حلقيت لاحظ إنت ما عملتش ري أبسوبشن للصوديوم صح وبالتالي مش رح تقدر تعمل ري أبسوبشن للمية صح وبالتالي رح يصير أنا عندي ديوريتك يعني رح تخسر مية في اليورين رح يصير أنا عندي ديوريتك رح تخسر مية في اليورين هاي أول إشي تاني إشي إنت الباي كاربونيت هاد معملتش لإلو معملتش لإلو ري أبسوبشن فالباي كاربونيت رح ينزل في اليورين فاليورين رح يكون مليان باي كاربونيت يعني الكالوسيز لليورين الكالاين في اليورين يعني البيئات اشتبعت اليورين كبيرة يعني الكالاين اليورين أما البلد أسيدوسيز أما البلد أسيدوسيز أما البلد أسيدوسيز فرح يصير أنا عندي أسيدوسيز في البلد لاحظ اليورين اليورين رح يكون عنده الكالاين تمام الأسيدوسيز اللي موجودة في البلد خطيرة حتى من سميها metabolic acidosis وبتكون يا أخواننا dangerous بتكون ايش dangerous الآن الacidosis عبارة عن H plus هل يتلاحظ الacidosis اعتبر الاسد الاسد جبل الاسد الاسد زيادة في البلد ايش الاسد انا عندي HCL يعني اله موجب مليان في البلد والCL مليان في البلد اله موجب مليان في البلد فسميته acidosis الCL مليان في البلد فسميته hyperchloremic تمام انت منعت امتصاص السوديوم منعت امتصاص المية وايضا منعت امتصاص الفصفيت منعت امتصاص الفصفيت في اخواننا المحترمين منعت امتصاص الفصفيت ومنعت امتصاص الكالسيوم ومنعت امتصاص الكالسيوم اوكي طيب انا منعت امتصاص الفصفيت اللي هو شحنته سالب فصار انا عندي و لما تمنع امتصاص الفاسفيت الفاسفيت رح ينزل في اليورين فبيصير فاسفيت يوريا فاسفيت يوريا و لما منعت امتصاص الكاليسيام الكاليسيام رح ينزل في اليورين بحاجة بسميها كاليسي يوريا طيب انا عندي كاليسيام و فاسفيت في اليورين بيتحدوا مع بعض بيتحدوا مع بعض و بيعملوا لي استون ما هو يا اخواننا لما يتحد الموجب مع السالب الكاليسيوم والفاسفيت بيعملوا الستون استون وين استون في الرينل وستون في مجرى البول وستون في في اليوريناري تراكت يلي رح يحفز رح يحفز ارتباط الفاسفيت والكاليسيوم هو الالكالاين ميديا او الالكالاين يورين تمام تمام طيب يا اخواننا المحترمين انت منعت امتصاص البوتاسيوم فصار انا عندي هايبوكاليميا في البلال بل انه سيفير تمام الان انت منعت امتصاص المية منعت امتصاص المية لما تمنع امتصاص المية بيصير الانسان يعني بيصير يا اخواننا يعني كيف بيصير بيحس حاله بده ينام بده يحس حاله بده ينام يعني بشكل ابنورمال يعني دايما نعسان دايما ايش نعسان وبيصير يا اخواننا يعني اصابعه اطراف اصابعه اتنمنمه ماهو يا اخواننا صار انا عندي هايبوفوليميا هايبوفوليميا الان اخواننا المحترمين انا قلتلكم انت سخليت اليورين الكالاين الكالاين فانت يخواننا لو بدك تتخلص من اسد انت عندك دوة اسد ويك اسد ومش قادر هذا الدوة تتخلص منه او انت عندك يوريك اسد او انت عندك سيستين انت مش قادر تتخلص من هدول كيف بدك تتخلص منهم عن طريق كاربونيك انهايدريز انهيبتور رح يخلي رح يخلي الفلود اللي داخل لليوم الكالاين واحنا عارفين لما انت بدك تتخلص من ويك اسد اعمل الكالاين الكلانيزيشن الكلانيزيشن في اليورين لما تعمل الكلانيزيشن في اليورين هذا رح يخلي الويك اسد ايونايز رح يخلي الويك اسد اتشارج واذا صار الويك اسد اتشارج رح يخلي هذا الدواء او هذا الويك اسد ما يصير ش الو ري ابسوبشن ويصير الو اكسيكريشن يصير الو اكسيكريشن وليس ري ابسوبشن فانت حين اذن بتقدر تتخلص منه في اليورين تمام صلى اللهم وسلم وبرك على نبينا محمد الان اخواننا المحترمين انت اعملت انهيبشن للكربونيك انهايدريز في البروكزيمال في البروكزيمال كونوفيوليتد اتيوبيول في الابيثيليال سل تمام طبعا احنا على فيه أصلا الناين الناين تبع التيوبيول تبع الرينال عبارة عن ابيثيليال سل صح تمام الرينال ابيثيليال سل تمام الآن ايش بقول لي بقول لي يا أخواننا المحترمين هذول الأدوية لا تستخدم بشكل كبير بل إنه يعني شبه لا تستخدم أنا بتكلم في هذا الميكانزم في الرينال او في الديوريتك لا تستخدم ليش لا تستخدم لأنه راح تعمل لي في البلد أسيدوسيس ورح تعمل لي في اليورين الكالاين تمام الأسيدوسيس اللي في البلد بتكون خطيرة بتكون خطيرة ورح تعمل لي في البلد هايبو كالينيا نقصان البوتاسيوم نقصان البوتاسيوم في البلد بيأتر على القلب وعلى الهارت ريت بشكل كبير جدا نقصان البوتاسيوم خطير بيعمل لي أريثمية يخوانا أصلا إحنا كنا ناخد في الفيسيو نقصان البوتاسيوم أو زيادة البوتاسيوم نقصان الكاليسيوم أو زيادة الكاليسيوم في البلد بيأثر على القلب والأريثمية تبعت القلب بشكل كبير صح؟ تمام فعشان كده هذه الأدوية لا تستخدم بشكل كبير لكن طبعا يخوانا لما أنت تعمل انهيبش لهذا الإنظام لما أنت تعمل انهيبش لهذا الإنظام أكيد يا أخوانا هذه الترانسبورتر مش رح تشتغل مش رح تشتغل تمام فأنت بتعمل دي كريز للصوديوم هايدروجين أنتي بورتر يعني هايو اسمها صوديوم هايدروجين إكسي تشينج طيب ثلاثة إكسي تشينج لأنك بتدخل صوديوم وبتطلع هايدروجين طيب ثلاثة تمام طيب وبالتالي بزيد الصوديوم في اليومن لما يزيد الصوديوم في اليومن بيقلل الري أبسوبشن تبع المية فبيصير ديوريتك وبيقلل الري أبسوبشن للبي كاربونيت فبيصير ميتابوليك أسيدوسيس في البلد تمام الآن يا أخوانا المحترمين أنا وين بستخدم هذه الأدوية بشكل كبير جدا وين في الجلوكومة إذن أين يتم استخدام هذه الأدوية بشكل كبير جدا في الجلوكومة في الجلوكومة the most common news في الجلوكومة عارفين ليش الآن السيرياري بادي مبطنة ب إبيثيليل وكمان الإنر أسبك تبع الآيرس مبطن بإبيثيليل هذا الإبيثيليل بفرز الأكواص هيومور أو الأكواص فلويد عملية إفراز هذا الأكواص هيومور أو الأكواص فلويد يحتاج في خطوة معينة إلى الكالبونيك أنهايدريز عيد عملية إفراز الأكواص هيومور من الإبيثيليل تحتاج إلى الكربونيك أنهايدريز إنزايم فإنت لما تعمل إنهيبشن للكربونيك أنهايدريز إنزايم إنت مش رح تفرز الأكواص هيومور مش رح تفرز الأكواص هيومور وبالتالي الإنترا أكولار براشر رح يقل يعني أنت كده بتعالج الجلوكومة ولاحظ لما أنت يا أخونا بدك تعالج الجلوكومة بالمنطق رح تاخد رح تاخد توبيكل رح تاخد إيش توبيكل ليش رح تاخد توبيكل عشان يروح على العين تمام دغري عشان ما يروحش على الرين وفي نهاية المطاف يعمل لي أسي دوسز ويعمل لي الأدفيرس افكت تمام تمام لكن هذا طبعا رح تاخد توبيكل دور زولامايد وليبرين زولامايد وليبرين زولامايد تمام تمام لكن وين أنا ممكن أستخدم هذا الدواء أورال أو آيفي في بعض الحالات إيش هذه بعض الحالات في مثلا حاجة منسميها acute mountain sickness عارف في الامتحان أنت حتقراها acute motion sickness وحتقل لي استخدم سكوبولامين حقول لها غلط يا أخوانا غلط إحنا من نتكلم mountain mountain وليس motion الموشن وروح ارجع سيمباتاتك وروح راجع البلوكر وروح راجع البارة سيمباتاتك والبلوكر تبع البارة سيمباتاتك أعيد يا أخوانا أعيد في أخذنا يا أخوانا sickness ودوخة كانت ناتجة من الموشن أو من الحركة كنا ناخد زمان اعمل بلوك اعمل بلوك للمسكر نينك ريسبتور بالسكوبولامين السكوبولامين عبارة عن antagonism للمسكرين فهذا للموشن sickness للموشن لكن إحنا بنتكلم mountain sickness الآن mountain يعني جبل الإنسان لما يصعد على الجبل عند ارتفاع معين الضغط بقل لما الضغط بقل يا أخواننا المحترمين فبيصير الضغط داخل اللانج أكتر طبعا داخل اللانج والبلاط فيزل أكتر من الضغط الجوي أو أكتر من الضغط اللي بره اللي بره تمام ما هو أنت قاعد بتصعد على الجبل عند 300 عند 3000 عند 3000 مليليتر عند 2500 عند 2000 الضغط يا أخواننا قاعد بقل الضغط قاعد بقل فلما الضغط قاعد بقل بيصير يا أخواننا طبعا إحنا عارفين إحنا عارفين الغازات تنتقل من الضغط العالي إلى الضغط المنخفض الغازات تنتقل من الضغط العالي إلى الضغط المنخفض فالضغط العالي هيكون داخل الجسم الضغط المنخفض حيكون اللي هو بر الجسم واللي هو الضغط الجوي اللي هو الضغط عد مثلا قمة 3000 متر تمام فالغازات زي CO2 رح تطلع بشكل سريع جدا CO2 رح تطلع من الجسم لبرة لبرة فبيصير CO2 قليلة في الجسم فبيصير Hyper Ventilation CO2 قليلة في الجسم لما يكون CO2 قليلة في الجسم CO2 كانت عبارة عن أسد CO2 عبارة عن أسد فحيصير يا أخواننا الأسد قليل في الجسم هذا يؤدي إلى الكلوسيز يؤدي إلى الكلوسيز والألكالوسيز خطيرة الألكالوسيز خطيرة ليش خطيرة؟ أول إشي يا أخواننا ممكن تعمل سريبرا الإديمة ممكن تعمل بلمونري إديمة الألكالوسيز مش بسيطة وبيخلي الإنسان الواحد راسه يجعوه الواحد راسه يجعوه فالألكالوسيز يا أخواننا ستقولي مش بسيطة مش بسيطة الآن اللي كان مسؤول على تكوين CO2 في اللانغ هو الكربونيك أنهايدريز الكربونيك أنهايدريز يا أخواننا شغل الكربونيك أنهايدريز في اللانغ زي هذا بالضبط شغل الكربونيك أنهايدريز زي هذا شغل الكربونيك أنهايدريز في التشوز تمام هذا في التشوز هذا في التشوز هذا في التشوز يعني داخل التشوز هذا أو في التشوز يعني في التشوز لكن شغل الكربونيك أنهايدريز في اللانغ هذا فالكربونيك أنهايدريز في اللونغ رح يعطيني CO2 ومية تمام تمام فإنت لما تعمل إنهيبشن للكربونيك أنهايدريز وبالتالي مش رح يعطيني CO2 مش رح يعطيني CO2 وبالتالي أنت مش رح تقدر تطلع CO2 مش رح تقدر تطلع CO2 فمش رح تخسر CO2 فمش رح يصير أنا عندي دكريز في الأسد فمش رح يصير أنا عندي ألكالوسيز هذا السبب الدكتور مقالهوش تمام لكن إيش السبب إيش السبب الثاني السبب الثاني لما أنت تطلع على الجبل الأكسجين بيقل طبعا يا أخوانا نقصان الأكسجين بيصير أنا عندي هايبوكسية وإنتوا عارفين الهايبوكسية بيصير أنا عندي هايبار فينتليشن فبيصير يا أخوانا الإنسان يتنفس بشكل كبير هايبار فينتليشن ولما يتنفس الإنسان كتير بيصير ما هو إيش يعني بتنفس كتير بتنفس كتير إنه بيحاول ياخد أكسجين كتير ما هو عنده هايبوكسية عنده هايبوكسية فبدي يحاول ياخد أكسجين كتير تمام لكن بالمقابل هايبار فينتليشن رح يخليه يطلع سي أو تو كتير يطلع سي أو تو كتير يعني يطلع أسد كتير يعني يخسر أسد يعني يصير أنا عندي ميتابوليك أو يصير أنا عندي ألكالوسيز أعتقد اسمها ريس بايراتوري ألكالوسيز اسمها ريس بايراتوري ألكالوسيز الآن الآن أنا يا إخواننا أنا صار عندي ألكالوسيز لما أنت تعطيله الأسيتازولامايد الأسيتازولامايد من الأصل كان يسوي أسيدوسيز من الأصل مش إحنا كنا نقول كان يسوي أسيدوسيز تمام فالأسيدا الزولامايد سوى أسيدوسيز وهذا لما طلع على الجبل صار عنده ألكالوسيز فالألكالوسيز اللي نتجت من الصعود على الجبل الأسيدا الزولامايد عادلها بالأسيدوسيز فالأسيدوسيز عادلت الألكالوسيز غير كده طبعا هذا السبب الرئيسي انه هاد بتعادل هاد لكن تطلع فيه سبب خفي عارف ايش هو السبب الخفي مش احنا نقولنا الالكالوسز الالكالوسز بتزود الإديمة في البرين وفي البلمونري فانت لما تعمل تعطي أسيتا زولامايد اذا انت يخونا حين اذن بتتخلص من الإديمة يعني انت بتعمل الديوريتك يعني بتتخلص من الإديمة ايضا اين يتم استخدام الكاربونيك أنهيدريز شخص عنده الالكالوسز اعطي له الاسيتا زولامايد بيصير عنده ايش الاسيدوسز والاسيدوسز بتعادل الالكالوسز لما بدك تعمل يعني تخلي اليورين الكالاين ليش انا بخلي اليورين الكالاين عشان لما بدي اعمل الكليرانس للويك اسد دراج يعني انا عندي ويك اسد محبوس في الجسم دواء ويك اسد كيف تتخلص منه خلي اليورين الكالاين هذا الالكالاين رح يعمل ايونيزيش للويك اسد وبالتالي بتقدر تتخلص وكليرانس من الويك اسد وبرضه بتقدر تتخلص من اليوريك اسد والسيستين تمام صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الان هادي الادوية الها adverse effect من هادي ال adverse effect انه هادي ال structure تبع الادوية بتشبه ال structure تبع السلفونامايد السلفونامايد يخواننا عبارة كان يعمل hyper sensitive وحساسية في الجسم ووراج وبصير احمرار حساسية حساسية hyper sensitive عيد السلفونامايد عبارة عن مضاد حيوي هذا المضاد حيوي ممكن يخواننا يعمل حساسية حساسية عن بعض الاشخاص فاللي بصير عندهم حساسية من السلفونامايد رح يصير عندهم حساسية من الادوية التركيب تبح بشبه تركيب السلفونامايد زي مين؟ زي ادوية الاسيتازولامايد البرينزولامايد الدورزولامايد الاسيتازولامايد الميثازولامايد هدولة الادوية الزولامايد بتشبه السلفونامايد فاللي عنده حساسية من السلفونامايد ممنوع ياخد هدلاك الادوية تمام؟ تمام احنا قلنا من ال adverse effect انه انت ما بتعمل امتصاص للصوديوم فبتزود الاكسيكريشن تبع السوديوم وبالتالي رح يزيد عندك الاكسيكريشن تبع اربع اشياء تبع المية تبع المية وتبع الاكسيكريشن للبوتاسيوم تبع المية الالكالاين ميديا في اليورين هذا بيحفز انه الفاسفيت يتحد مع الكاليسم ويعملني استون في الرينال تمام؟ تمام وممكن هدولة الاشخاص ما هو ياخوانا انت لما تقلل الفلويد او الفوليوم تبع البلاث فانت بتعمل هايبوفوليميا الهايبوفوليميا ممكن يعمل ياخوانا ادراوز نيس وممكن ياخوانا يعمل بارستيزيا بارستيزيا تمام؟ يعني ادراوز نيس يعني بيضلوا الانسان نعسان بارستيزيا بيصير تنمل في الاطراف وإحنا قلنا هدولة الادوية بتعمل أسيدوسز صح؟ أسيدوسز ايش اشهر أسد انت بتعرفو أتش سي أل وبالتالي السي أل رح يزيد في البلد هايبوفوليميا والأتش رح يزيد في البلد أسيدوسز تمام؟ اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد ان شاء الله اللي بدأ يردك للمحاضرة التانية بإذن الله عز وجل يعطيكم العافية جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته